أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر من قوافل ستر وعافية لأهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر وتستمر الفعاليات حتى غدا الثلاثاء بمشاركة أكثر من خمسة عشر كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكثر من خمسة وثلاثين ألف مستفيد يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العب عليهم وكذلك حد الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بإجازة الدولة المصرية المختلفة ما يتماشى مع رؤية مصر ألفين وثلاثين